السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخوانا وأهلنا وأصدقائنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة اللهم أمين يا رب العالمين الله يبارك في الجميع النهاردة تاريخ 11 إبريل لسنة 2024 الموافق تاني أيام عيد الفطر المبارك الله يبارك في الجميع مشكور الأخ الحبيب اللي مشاركته معانا للفيديو دوت طبعا الله يبارك في الأصدقاء اللي هنشاهده إن شاء الله في الفيديو دوت هو عملية توسع للخلية لأن الخلية نقدر نقول تتكون من 8 برويز فبالتالي هيتم نقل البرويز إلى خلية أكبر تحتوي على 10 برويز مع إضافة نصف عاسلة ده إن شاء الله اللي هنشاهده طبعا زي ما احنا شايفين حاليا دلوقتي بيتم نقل البرويز للخلية اللي هيتم فيها عمل توسع زي ما احنا شوفنا البرويز الأول ومن ثم ده البرويز رقم 2 ما شاء الله تبارك الله برويز نقدر نقول من الحضنة المغلقة الملكة طبعا زي ما احنا شايفينها ما شاء الله تبارك الرحمن مع وجود حضنة زكور في الأسفل ده دي اللي نقدر نقول على وجود نشاط ومرع ممتاز البرويز رقم 3 تبارك الله ما شاء الله تمام زي ما احنا شايفينه عاوز اشير لنقطة مهمة اثناء ما النحال بيقوم بنقل برويز من خلية الى خلية اخرى طبعا بعد نقل البرواز اللي فيه الملكة ده اهم حاجة خلاص اصبح هنا النحال بيعمل بقريحية لان ممكن لقدر الله لو طرقنا البرواز اللي موجود فيه الملكة او الملكة موجودة على الجدار بتاع الخلية يحدث مشكلة او يحدث اه فقدان للملكة لقدر الله تمام طيب الله يبرك في الاصدقاء كده زي ما احنا قلنا نقلنا تلب برويز ده البرواز رقم اربعة طبعا اللي في الاسفل دي فين يقدر نقول حضنة ذكور ده دليل على وجود نقدر نقول نشاط او تهيئة الخلايا لحدوث اعملية التطريد تمام طيب ما شاء الله تبارك الله لان اربع برويز وده البرواز رقم خمسة تبارك الله ما شاء الله حضنة مغلقة بالكامل تبارك الله ما شاء الله طبعا الله يبرك في الاصدقاء كان موجود النصف عسلة من قبل لو احنا لاحظنا في بداية الفيديو اسناء من الحال بيرفع النصف عسلة كانت موجودة ولكن هو عاوز يوسع طابق التربية الطابق الاول او الطابق السفلي عاوز يعمل له عملية توسعة يعني بدل ما يكون تمام برويز يكون عشر برويز تمام لان كل ما الجيش في الطابق الاساسي او طابق التربية يكون جيش قوي يكون قادر على جمع كمية من العسل يستفيد بها الاخ النحال طيب ما شاء الله يا تبارك الله نشاهدين معظم البرويز نقدر نقول من الحضنة المغلقة اللي على وشق الخروج طبعا تبارك الله ان دلوقتي نقدر نقول او الاخ للحبيب صاحب الخلية نقل اه حوالي اربع او خمس برويز ده البرواز رقم ستة تبارك الله ما شاء الله نقدر نقول الامر ممتاز عاوز اشير لنقطة لابد الاشارة لها بعد ما يتم نقل البرواز بالكامل الى طابق التربية اللي هو حاليا دلوقتي بيقوم اخونا الحبيب صاحب الخلية بنقل البرواز بعد ما يتم نقل البرواز دي بالكامل قبل ما يتم وضع النصف عاسلة لابد ان يتم وضع الحاجز الملكي ليه؟ لان طالما الاخ النحال موجود في موسم عسل او في موسم فض لازم يضع الحاجز الملكي منعا لصعود الملكة الى الاعلى في النصف عاسلة لان دي مشكلة الملكة ممكن يكون عندها المقدرة في عدم وجود الحاجز الملكي ان هي تصعد للاعلى للنصف عاسلة ومن ثم تتاجه لوضع البيض وده طبعا كله ينعكس على الانتاجية من العسل تمام طيب ده البرواز نقدر نقول الاخير زي ما احنا شايفين معظم البرواز بالمناسبة من الحضنة المغلقة وربما يكون برواز واحد فقط يحتوي على بيض او يرقاط طبعا اخونا دلوقت نقدر نقول هيضيف بعض البرواز كان يفضل يعني انا قلت له الملحوظات ديت على الواتساب ان هو كان يفضل ان البرواز دي تكون مبنية ولكن طبعا هو قال ما عندهش براواز مبنية فقط اللي متواجد عنده اساسات هو حاليا دلوقتي بينزل براواز اساس في طابق التربية طبعا كان يفضل وقلنا الملحوظات ديت ان الله ما صال على سيدنا محمد براويز الاساس دي ما يتمش وضع البروازين بجوار بعض يحط واحد نقدر نقول رقم اتنين ما بين الحضن المفتوحة والمغلقة او الحضن المغلقة والمغلقة والبرواز الاخر يتم وضعه نقدر نقول رقم ستة او رقم تمانية حابنا بس نشير للنقطة طيب حاليا دلوقتي نقدر نقول تم وضع نصف عسلة تتسع الى اه عشر براويز وتم نقل البراويز فيها زي ما احنا شايفين ما شاء الله البرواز الصغيرة اللي هي خاصة بالنصف عسلة ربما يكون تبارك الله اه النحل قام بعملية الجامعة الرحيق فيها تم نقل تلب براويز دلبرواز رقم اربعة تمام انا بس ملحظت الوحيدة واللي ااكد عليها لاكتر من مرة للي بتابع معنا لابد يتم وضع الحاجز الملكي ما بين طابك التربية والنصف عسلة منعا لسعود الملكان ده امر مهم جدا تمام طيب تم وضع زي ما احنا شايفين بروازين اربعة ست براويز في العسلة اه النصف عسلة ده البرواز رقم سبعة في كذلك في النصف عسلة برواز رقم سبعة تمام اه وده البرواز رقم تمانية اصبح هيكون فيه متسعة في العسلة ما شاء الله العسلة تبارك الله النحل ابتدى يبيض الرحيق يعني قوة رش ما شاء الله ممتازة طيب دلوقتي نقدر نقول هيتم وضع برواز اساس لانه هو اتوقع ما عندهش براويز مبنية تم وضع برواز اساس في النصف عسلة كده النصف عسلة دلوقتي تحتوي على اه تسع براويز فقط طيب هو لمش هيحط البرواز رقم عشرة لانه هو هيحاول ليعمل خلخلة في العسلة ما بين البرواز تمام ده النحل اللي كان في الخلية القديمة بيتم نفضه لان الملكة طبعا موجودة في الاسفل في الخلية وتم التأكب منها تمام نصحتي للاخ صاحب الخلية وللأصدقاء اللي بتتابع معنا لابد يتم وضع الحاجز الملك اللي لديه امر مهم جدا منعا لسعود الملكة للنصف عسلة وبالتالي الملكة لو صعدت هيكون نقدر نقول فيه سحب من النحل بالنسبة للعسل والملكة هتتجن في وضع البيت وده مش من مصلحة النحل كإنتاجية عسل تمام الامر بسيط جدا لابد يتم تفقد الخلية دي بعد حوالي 3 ايام للتأكب من بناء الأساسات الشمعية اللي موجودة فيه طابق التربية تمام كذلك برضو يتأكب من بناء الأساس الشمعي اللي موجود فيه النصف عسلة نكملنا نأخذ النصائح دي بعينوا الاعتبار للأصدقاء اللي بتتابع معنا سواء في البلدان العربية أو البلدان الأسلامية ونسأل الله يا رب يبارك للجميع وشوق قران جزيرة